نروح كبيرة جداً يا كابتن أيمن من كل العيب النادي الأهلي أنا معي طبعاً كابتن الكبير كابتن سامي أمصان مداري فريق النادي الأهلي مبروك يا كابتن سامي الروح والقتال والعزيمة بنتكلم عليها كل مرة لأن هي دي العيب النادي الأهلي وده شخصية العيب النادي الأهلي الجهاز الفني بنشوف حماس بره وتشجيع وتحفيز بينقصنا التوفيق والحمد لله رب العالمين مع الأداء والاكتهاد والإصرار ربنا بيوفقنا الحمد الحمد لله طبعاً تحدي كابتن أيمن وكابتن يوسف وكابتن عادل هاني وكابتن عالمهو طبعاً زي ما أنت قلت طبعاً ميزة من ذات النادي الأهلي من أول من النادي الأهلي مباراة صعبة ونتعرف كل المرات هتبقى صعبة خصوصاً من الفرق اللي بتنافسها لكن أعتقد أن احنا من فترة كبيرة ما قدناش الأداء دوت الحمد لله شاف لإحنا كنا كويسين كده نشوء تاني كمان أكتر عندنا السحوزة أكتر عندنا فرص أكتر عندنا فرص الحمد لله عندنا كسافة في الثمانتاشر فأعتقد الحمد لله من المباشرات اللي اللعيبة بدأت تيجي اللعيبة بدأت تخش في الفرما الحمد لله عندنا حلول وعندنا تغيير في طريقة اللعب كذا مرة الحمد لله الناس اللي بره برضو كان لها دور كبير في المباراة ونتيجة سواء بالأهداف وليد أو أفشا أو جونيور أو حتى أي من الفترة اللعب بها لما لعبنا واحد زيادة لما هم اللعبوا بتلاتة قدام وكذا فأعتقد الحمد لله دي نتيجة مرضية جدا لنا وخطوة نحو اللقب إن شاء الله بشكل اللعيبة طبعاً على الجهد دوت تشاف الجو عمل إزاي والرطوب عمل إزاي والتكتل اللي الفرقة تحسس بتلعب فيها فأعتقد الحمد لله نتيجة مرضية لنا الحمد لله وجمهورنا أخر الفوزة أنا ممكن أنت ذكرت التكتل ويمكن الطريقة اللي المنافس بيلعب فيها تعرف أكابتن سامي أي فريق بيقابل نادي الأقلي بيقابل البطل وبتبقى مربطولة صعب شوية الأمور كابتن حليم علينا شوية بالنسبة للتكتلات الدفاعية مبارات الدور التانية دايماً بتبقى صعبة لأن بيبقى خلاص النقاط مش هترجع تاني فرصة إن انت تاخد نقطة من نادي الأيلي تعادل ثلاث نقاط يعني أو تعادل زوءك في الجدول خطوة كبيرة يعني طبيعي جداً إحنا كنا عارفين اللي هم هيلعبوا بخمسة ثلاثة 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 إحنا بنلعب بثلاثة ثلاثة ممكن ما كانش عندنا طبعاً كان فيه سوق تفويل نهاردة يعني ما كانش في حالته جيراردو كانش في حالته الشيخ وعد الأوقات لكن عاجل دي طبيعي يعني إنه لعبوا كسفة مرشات كبيرة لكن الحمد لله لما عدلنا الطريقة ودرنا نرجع عيدنا لعبنا تالي بنفس باستيل اللي نحن بنلعب بيه الشكل العبنية الحمد لله كان عندنا الحمد لله استحواز أكتر وإذا ما قلت لك عندنا فرص أكتر وده كورة يعني طبيعي جداً قادر لعب النادي الآلي اللي انت بتلعب دايماً تحت داخت كل الفرقة كلها بتعمل أقصى جهد لها خصوة لما تلعب قدام النادي الآلي لكن الحمد لله النادي الآلي هي أفضل كبير والحمد لله خطوة زي ما قلت لك نحو اللقب إن شاء الله ما أصلنا تامن نقاط إن شاء الله ومن بداية الموضع الجاية إن شاء الله نفكر في التلات نقاط التانيين وإن شاء الله عشان نحقق اللقب ويبقى عندنا اريحة انشاء الله في المشاطئ دي شكرا كل الشكر وطير طبعا لكل نجوم النادي الاهلي وكل كباتنا النادي الاهلي مباراة اكتر من رائعة ومباراة مهمة صعوبة المباراة جاية في الفوز